منذ عام يلعب يانزمه كحارس مرمى في بروسيا منشنغلاببخ في موسمه الأول تم اختياره كأفضل لعب ووصل مع منشنغلاببخ للمركز الثالث ومنذ عام أيضا هو الحارس الأول في المنتخب السويسري صورته إلى جانب ماسي على غلاف فيفا 16 لكن موقف منشنغلابخ الحالي ليس جيدا فبعد أسبوعين من بداية الدور يتذيل الترتيب أود أن أبدأ أولا بالمراجعة ومحاولة إعادة تقييم ما جرى في الموسم الماضي حققنا كل ما يمكن تحقيقه وحسمنا المباريات في اللحظة المناسبة دائما كما سجلنا أكثر من مرة هدفا في اللحظة الأخيرة أو أدرنا مجريات المباراة وفزنا في النهاية كل شيء كان جيدا وقد نجحنا في التأهل لدوري أبطال أوروبا مباشرة وهذا نجاح كبير للنادي لم نخطط لذلك من قبل ولم يكن هدفنا في بداية الموسم قلنا إننا سنتابع الخطوة بخطوة ونرى التطور المركز الثالث من الدوري نجاح كبير بالطبع كانت هذه سنة الأولى في الخارج وبالطبع كانت مهمة جدا في مشواري الرياضي بالطبع وأتوقع أن تكون سنة جيدة خصوصا مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا كنت أعرف من البداية أن السنة الحالية لن تكون سهلة بل أكثر صعوبة خصوصا وأن كافة خصومنا باتوا يعرفون أن لدينا فريقا يلعب بمستوى جيد وهذا يعني أن كافة الفرق ستواجهنا وهي مستعدة لخصم قوي وهذا ما لحظناه في المباريات الأولى لعبتم أول مبارتين وخسرتم وتلقيتم ستة أهداف فأين المشكلة؟ لا تكون البداية دائما موفقة في البطولة بل تحتاج إلى إعداد طويل إذ يكون هناك لعبون جدد والفريق يكون في البداية ما زال مشتة وينبغي إعادة تجميعه وهذه كلها عوامل حاسمة في البداية بعض الفرق الأخرى تبدأ ببساطة وربما يحالفها الحظ الذي تحتاجه وتسجل هدفا وتفوز في المباراة الأولى عندها تكون البداية مختلفة بداياتنا كانت سيئة وعلينا الآن التعامل معها وتحسين مستوانا حتى لا نخفق من بعد علينا الآن الفوز بنقاط كما ينبغي علينا ألا نستسلم لكن هذا ربما كان أيضا مفاجأة في هذا الوقت مفاجأة نعم ولكنها رغم ذلك ليست صدمة أعتقد أننا لعبنا في العام الماضي في مستوى جيد وخرجنا في المركز الثالث وطبيعي أن ترتفع التوقعات في الموسم الحالي ويتوقع الناس أن يواصل الفريق في ذات المستوى وأن أجلات بخ في مرحلة الصعود في الوقت الحالي وينبغي أن يظل في المقدمة ولكن الوضع الحالي ليس كذلك وهذا ما نعرفه أيضا داخل النادي لكننا لا نضع أنفسنا تحت ضغط لهذا السبب ونقول علينا الفوز في كل مباراة حتى نظل في المركز الثالث أو الثاني أو الأول فنحن نعرف مستوانا بالضبط ومركزنا في الدوري لهذا السبب لا نفرض على أنفسنا ضغوطا كبيرة من الوضع أنكم نجحتم في ذلك؟ نعم الوضع جيد حتى الآن بالتأكيد شعرت بخيبة أمل عادة لا أعود بعد مثل هذه المباراة إلى منزلي وأذهب مباشرة إلى النوم بل أحتاج إلى بضع ساعات حتى أعيد التفكير فيها ماذا تفعل خلال هذه الساعة الثلاث أو الأربع بعد المباراة؟ أذهب عادة بعد المباراة لمقابلة عائلتي التي تحضر لمشاهدة المبارايات وكذلك الأصدقاء من سويسرا؟ نعم من سويسرا وهذا يصرني في كل مرة وهذا بالنسبة لي يكون مثل التغيير الكامل لأنني أفكر في أشياء أخرى عندما أكون معهم أيضا سبق أن قلت إنك تهتم بألا تكون حياتك كلها كرة قدم فقط بل من المهم أن نفكر أيضا في أشياء أخرى في حياتنا اليومية هذا صحيح ومهم جدا بالنسبة لي كرة القدم ليست كل شيء في الحياة فهي مهنتي وأجد أنها رياضة جميلة أستمتع بها كل مرة ومع ذلك لا تزال هناك أشياء أخرى في الحياة تسعدني وتوسع أيضا أفاقي مثل تعلم أشياء جديدة والتعرف على أشخاص جدد والاستمتاع بالحياة لأن لا تزال هناك